ترأس رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللوارك عبدالعزيز إبراهيم الفقيه بالعاصمة عدن اجتماعا ضم مدراء الدوائر التابعة لهيئة الإسناد اللوجستي وشدد رئيس الهيئة على مضاعفة الجهود لتوفير احتياجات منتسبي القوات المسلحة موجها كافة الدوائر بوضع خطة واقعية ودقيقة بأهم الاحتياجات والمتطلبات للعام الجديد بما يسن في خدمة القوات المسلحة ويعزز من فعليتها في تنفيذ مهامها بكل اقتدار وإلى ذلك طلع اللواء الفقيه على سير العمل في القاعدة الإدارية بعدا واستمع من مديرها على الجهزية وسير الأداء ومستوى الانضباط في مختلف الإدارات والاقتام والمرافق التابعة لها اشتركوا في القناة